موسيقى السلام عليكم معكم نور زغول من فريق الكسات رح نحكي اليوم عن الـ Disjoint والـ Overlap ورح نحكي عن موضوع الـ Participation بداية الـ Disjoint والـ Overlap يعني مفاهيم متعلقة بالـ EERM يعني لما يكون في عندي رسمة EERM لازم يكون في عندي يا Disjoint يا Overlap هاي المفاهيم بتعتمد على البيانات هل هي بتكرار أو بدون تكرار يعني بتعتمد على الـ Redundancy بداية خلينا نحكي عن الـ Disjoint الـ Disjoint يعني البيانات لازم تكون بدون تكرار كيف يعني؟ يعني مثلاً لو في عندي بنفس نظام أو database البنك وفي عندي الـ Person فيه Employee و Customer بالـ Disjoint ممنوع يكون في عندي Employee يعني موظف عميل لنفس البنك يعني الموظف مستحيل يكون راتبه بنفس البنك تمام؟ يعني الأشخاص في هذا النظام ممكن يكونوا إما موظفين أو عملاء ولا يسمح أن يكون الموظف عميل بنفس البنك يعني عشان ما تتكرر بياناته بجدول الموظفين والعملاء فبالتالي الـ Disjoint بيعتمد على عدم تكرار البيانات فبالتالي ما بيزبط يكون في عندي الـ Person نفسه متكررة بياناته بجدول الـ Employee وجدول الـ Customer وبنعبر عن الـ Disjoint بحرف D أو بكلمة Disjoint كاملة يعني بهذا المكان بالضبط من رسمة الـ EERA أو ممكن تلاقوها جنبها يعني أما بالنسبة لمفهوم الـ Overlap فالـ Overlap الـ Data يعني فيها Redundancy يعني فيه تكرار بالبيانات كيف يعني؟ نفس المثال اللي حكينا فيه هون أنه ممكن يكون في عندي الـ Employee يعني الموظف بهذا البنك هو عميل بنفس البنك يعني الأشخاص في هذا النظام ممكن يكونوا إما موظفين أو عملاء وممكن يكون الموظف عميل لنفس البنك يعني مثلا الشخص اسمه أحمد أحمد رح تكون بياناته موجودة بـ Table Employee وبـ Table Customer وكيف بنعبر عن الـ Overlap إما بحرف O أو بكلمة Overlap كاملة بهذا المكان من رسمة الـ EERM أما بالنسبة للـ Participation فبرضو فيه إلها يعني زي ما كنا نحكي زمان نوعين اللي هم الـ Partial والـ Total طب شو دخلهم بالـ EERM؟ دخلهم برضو إني أحدد هل كل الأشخاص الموجودين في النظام موجودين بهدول الـ Tables؟ بس؟ ولا فيه Table ثالث ممكن يضمهم؟ كيف يعني؟ نحكي بداية عن الـ Total نحكي أول شيء عن الـ Total Total معناه أن الأشخاص المدرجين بهذا السيستم ممكن أنهم يكونوا إما موظفين أو إما عملاء فقط يعني مستحيل يكون في عندي أي صنف ثالث يضم هادول الأشخاص أو أن يكون في عندي أشخاص بهذا السيستم غير مصنفين على أنهم يكونوا موظفين أو عملاء تمام؟ وبنعبر عن الـ Total بخطين بهذا الشكل هون قبل الـ Is A Shape تمام؟ أما بالنسبة للـ Partial لو كان في عندي بالنظام يعني بهذا الـ Database لو بدي أدرج أنه في عندي زي ما حكينا موظفين و Customers وبدي مثلاً يكون في عندي ضيوف أو مندوبين دخلوا على البنك وبدي أدرج أسماءهم بهذا الـ Database كيف ممكن أمثلهم؟ يعني أنا مستحيل مثلاً أروح أعمل انتيتي خاصة بس بالضيوف وانتيتي خاصة بس بالمندوبين وكل حدا بدي يجي يزورني بالبنك أني أروح أعمل له انتيتي خاصة فيه يعني هيك ما رح يزبط فبالتالي بقدروا أن أحطهم أحطهم بانتيتي اسمها Others يعني هدولة الأشخاص هم لا هم موظفين ولا هم Customers تمام؟ فبالتالي بهاي الحالة لما يكون في عندي أشخاص غير مصنفين على إنهم يكونوا Employee أو Customer بحطهم بالـ Others وبوجود الـ Other بتصير عندي الـ Relationship أو العلاقة الموجودة هنا هي Partial يعني ممكن يكون في طرف ثالث بيمثل الـ Person غير الـ Employee والـ Customer اللي أنا شايفهم هون بغض النظر مين هو لكن مش يعني مش واضح مين هو اللي عم بيمثلي هذا الـ Person فبهاي الحالة بندرجه تحت مسمى الـ Partial بالـ Participation وبنمثله عن طريق خط واحد فوق الـ Is-A Shape ويعطيكم العافية